يلتقي مساء اليوم فريق الكويت مع منافسه القاتسية في ثالث مباريات المربع الذهبي للدور الممتاز لكرة السلة فيما تليها مواجهة الجهراء مع كاظم على صالة الاتحاد في مجمع صلاة الشيخ سعد العبدالله الرياضية في ضحية صبح السلم ويتعين على الأبيض الفوز في مباراة اليوم لضمان بلوغ المباراة النهائية فيما يسعى الأصفر المحافظة على الأمال لتأهل عبر الفوز في المباراة الليلة وفي اللقاء الآخر يرغب الجهراء في مواصلة النجاح بعد أن نجح في تعديل الكفة بالفوز في المباراة الثانية فيما يرغب البرتغالي في استعادة زمام المبادرة بالفوز في المباراة الثالثة